وأخيراً رئيس الحكومة اجتماعاً استثنائياً لتفعيل التعليمات الملكية قدم رئيس الحكومة المغربية من مصادر مطلعة بأن حكومة أخنوش ستعقد زلزال يوم الأحدي الذي ضرب عدداً من المدن المغربية وكتب رئيس الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي الزلزال القوي الذي ضرب المملكة مساء يوم الجمعة حيث وصلت قوته إلى سبع درجات على سل ميرشتر وحسب مصادر هسكريس فإن جدول أعمال المجلس تتضمن المصادقة على مرسوم لإحداث حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية كما أمر بذلك صاحب الملك محمد السادس ويدخل هذا المرسوم في إطار المادة السادس والعشرين من قانون المالية ومن المنتظر أن يكون الحساب مفتوحا غدا مساء لتلقي المساعدات بعد عرض المرسوم على البرلماني